بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بحضراتك وفي محاضرة جيدة في الصولد ستيت إلكترونيكس مع حضراتك ودكتورة نيهاي الفايز أستاذ بهندسة المنصورة إن شاء الله في المحاضرة دي هنكمل مجموعة طوبيكس موجودة في الفصل الثالث في كتاب السيمي كوندكتور فيزيكس أن دي بايسيز لدونالد نيمي طبعاً دي الأوتلاين دي هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله وتبدأ معنا بـ Reduce the Case-Based Diagram بعدها نتكلم على الإيكي دي جرام وعلاقته بالبوند موديل بالدريفت كارنت بالإفكتيف ماس وهنتكلم كمان على البرابوليك أبروكسيميشن لإيكي دي جرام في الأخير هنتكلم على أنواع الماتيريال سواء كان متل وإنسلياتور السيمي كوندكتور وإزاي نقدر نفرق بينهم وكمان هنتكلم على أنواع السيمي كوندكتور نفسها الـ Direct and Indite Semi Conductor هنتكلم الأول على الـ Reduce the Case-Based Diagram وقبل ما نتكلم عنه طبعا نستعرض النتيجة اللي كنا وصلنا لها في المحاضرة الإسبوع اللي فات وهي عبارة عن علاقة الإيكي دي جرام طبعا علاقة دي استنتجناها من الـ Chronic Banning Model والعلاقة دي بتقول أنه زي ما احنا شايفين كده دي علاقة بين الـ Energy وما بين الـ Wave Vector أو الـ Momentum الخاص بالكارير وزي ما واضح كده أنه أي كارير أو أي بارتكيل جوه الكريستل جوه الكريستل منأكد على كلمة جوه الكريستل لازم يكون عنده State Allowed State Allowed State دي لها قيمتين قيمة الـ E اللي هي ريفرنس الـ Energy بتاعته وقيمة الـ K اللي هي قيمة الـ Wave نمبر بتاعه طبعا كده فلازم أنه القيمتين دول يكون موجودين لأي لأي بارتكيل جوه الكريستل طبعا نملاحظ هنا كمان أنه في Allowed State فيه State مسموحة وفي Forbidden State State مسموحة على سبيل المثال أنه عند الـ K بتساوي باي على إيه عند الـ Wave اللي لها خطوة بقيمة باي على إيه هنلاقي أنه أو Wave Form بقيمة باي على إيه هنلاقي أنه هنا في Certain Range من الـ Energies مش مسموحة وبالتالي بنسميها Forbidden Energy Band أو بنسميها Forbidden States لكن الـ State دي مسموحة الـ State دي مسموحة الـ State دي مسموحة وأي State فيهم أي نقطة هقف عليها لازم أديلها K وأديلها E فالـ State في أي بارتكيل جوه الكريستل لازم يتميز بالـ E والـ K وطبعا إحنا كنا تكلمنا على قبل كده على أي بارتكيل جوه الإيزوليتد أتم كان بيتميز بأربعة quantum number اللي هما الـ E الـ N والـ L والـ M والـ Span طبعا هي هم نتكلم طبعا الـ Span ما دخلناهوش في الـ E كده جرام فهم نتكلم أن الـ E والـ K هما بيكافؤوا الـ E والـ L والـ M وبالتالي أن أي State بعبر عنها بطاقة وقيمة طاقة وقيمة شكل الـ Orbit اللي بقى الطاقة هنا الـ E اللي هو reference للـ N من الـ Principal Quantum Number والـ K بتورموس للـ L والـ M اللي هو شكل الـ Orbit بتاعي أو شكل الخطوة اللي بيعملها الإلكترون طيب زي ما أنت شايف كده أنه هنا في الـ K ديجرام اللي قدامي ده والـ K سبيس ديجرام عشان أقدر أجيب الـ Allowed Band ده فلازم أحسب الـ K من صفر بي على إيه عشان أجيب الـ Band الـ Allowed التاني ده حسبت الـ K من بي على إيه لـ 2 بي على إيه عشان أحسب الـ Band التالت زودت الـ Range of K فأنت عشان تقدر تحسب كل الـ Allowed Bands عندك وكل الـ Forbidden Bands عندك لازم أنك أنت تزود عدد حساباتك وبالتالي ده بيسموه Extended K دي E-K's Based Diagram أو Extended E-K Diagram فأنت الوقت كل اللي أنت عايز تعمله أنك أنت تعمل Reduced E-K Diagram هنعمل الـ Reduction ده إزاي؟ ببساطة خالص الـ K ده القيمة اللي على المحوى والأفقي واللاحظ أن القيمة دي عبارة عن بي على إيه هنا لها قيم زي بي على إيه وطو بي على إيه وثري بي على إيه وطبعا قيم بس إحنا قيم الـ K ده ظهرت في القانون اللي رسمنا منه المعادلة دي ويرجع المحاضرة اللي فاتت جوة دلة كوسين يعني الوقت المعادلة دي اللي احنا رسمناها وطلعنا منها كيرف ده جوها قيمة اسمها كوسين K والK هي ظهرة معايا وبالتالي لو خدت القيم دي كلها ضربتها في إيه فيبقى عندي كوسين باي كوسين 2 باي كوسين 3 باي كوسين باي على اثنين وهكذا صحي كده طيب بس احنا عارفين ان دلتو كوسين دلتو كوسين دلتو بريودك بتقرر نفسها كله 2 باي سواء كان بالموجب او سواء كان بالسالب معنى كده ان انت قلت الوقت جبت كوسين من صفر لباي لكوسين 0 لباي الرينج ده جبت كوسين لي تمام لكنك بالضبط جبت الرينج بتاع من 2 باي ل3 باي بالضبط كده كوسين 0 هي نفسها كوسين 2 باي وكوسين باي نفسها كوسين 3 باي معنى كده انه القيم كي اللي كنت بحسبها عشان اقدر احسب الباند ده مش مستهلة هي كده كده كوسين الرينج ده هو نفسه كوسين الرينج ده وبالتالي تقدر تعمل تنقل الباند ده تنقله هن وبنفس الطريقة الباند ده شفته 2 باي قدام يعني الكوسين بتاع المدى ده نفسه نفس كوسين بتاع القيم ده وردي احنا ده ترامة ان الكي عندي دخلة في المعادلة على شكل كوسين فخلص مفيش مشكلة تمام وبالطريقة دي تنقل برضو الباند ده الهنة والباند ده الهنة وبالتالي اكينك بتقول بحول الاكسدند ايه كده جرام بحوله الريديوز ده ايه كده جرام كل الباند بتاعتي قدرت اقراها في المدى من سالب باي باي اي لباي باي اي زي ما انت شايف كده طيب من الريديوز ايه كده جرام ممكن نستنتج ما يسمى بالانرجي باند ديجرام الانرجي باند ديجرام بكل بساطة ان انا باخد بس القيم المسموحة للطاقة من ال ايه كده جرام زي ما احنا شايفين كده محور الطاقة اهو فنقول ده باند مسموح رايح من مينموم لماكسوم هاخده كده تمام واحط محور اسمه محور اي زي ما انت شايف كده وان حسبت قيمة الالاوي الباند زي ما انت شايف بالمنظر ده كده بعد كده فيه باند مش مسموح للطاقة سميته الforbidden band بعد كده فيه باند تاني اهو باند مسموح تاني اسمه فيه 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 فده بيسموه الانرجي باند ديجرام وده بنتم استنتاجه من ال اي كي ديجرام ان احنا بنحدد محور طاقة ونحط القيم بتاعت الطاقة المسموحة والغير مسموحة طبعا بيظهر انه حوالين النيوكلس فيه عندك different bands وبانرجي بيبقى اخرهم دايما الvalence band والconduction band هو الالكترنات لما بيحصلها اصارة بتطلعه بعد كده نتكلم على البوند موديل وعلاقته ايه بالاقي ديجرام مفروض ان احنا اتكلمنا عن مواد اشباه الموصلات قبل كده وقالنا ان كل لمادة شبه موسط زي السيليكون على سبيل المثال عندها اربع الكترنات في المستوى الاخير وعشان توصل لمرحلة الاستقرار بتعمل اربع روابط تساهمية مع الزرات اللي حواليها وكل الرابطة بقى فيها اتنين الكترون زي ما احنا شايفين الشكل ده ممكن اعبر عنه بوضل بسيط جدا اقول اذا الدواير ده هي بتمثل زرات السيليكون وكل زرات سيليكون بتعمل اربع روابط تساهمية وكل الرابطة فيها اتنين الكترون زي ما احنا شايفين فده عبارة عن موضل لزرات السيليكون ممكن استعين به لتوصيف الحالة بس طبعا احنا عارفين برضو ان عند الصفر كيلفن كل الروابط دي مليانة الكترنات مفيش ولا ربطة مقصورة وبالتالي كل الروابط دي بتبقى ايه كاملة كاملة العدد والكلام ده عند تي بتساوي صفر طيب لما اجي عبر بقى عن الموضل ده باستخدام الانرجي بانداجرام هروح والله يقول ان كل الالكترنات دي موجودة في الفيرانس باند مفيش اي حاجة خالص اكسايتد ولا موجودة فين الكوندكشن باند وده بنسمي الانرجي بانداجرام ولاحظ ان احنا ركزنا في المواد السيمي كوندكتور ركزنا على الفيرانس باند والكوندكشن باند واهملنا باقي الباند زي التانية وزي واضح كده عن دي زيرو كالفين مفيش اي اكسايتشن خالص مفيش اي حاجة بتحصل او اي حاجة موجودة او اي كتنات موجودة هنا يبقى كل الاستيتس هنا مشغولة والاستيتس هنا كلها فضي طيب يحصل ايه لو درجة الحرارة زادت عن الصف هيحصل ان فيه ربطة من الروابط دي تتكسر وبالتالي فيه الكترون هيتحرف الكترون ده هسميه free electron free electron ده راح فين ساب الفيرانس باند وراح لل كندوكشن باند زي ما انت شايف كده بس هو ساب مكانه ايه ساب مكانه ربطة غير مستقرة فيها positive charge فيها ايه positive charge فاكن كسر الربط هنا نشأ عنه ما يسمى بالالكترون hole pair على اساس ان البوستف اتشارج بنسميها hole يبقى عند درجة حرارة اجمل من الصف وارد جدا تلاقي free carrier تلاقي free electron موجود في الكوندوكشن باند وتلاقي valence hole شو احنا مجابة موجودة في الvalence band واي واحدة فيهم بنسميها carrier في السمي كندوكتور فيه نوعين من الكارييرز لاما free electron لاما valence hole طيب لما يجي عبر بقى باستخدام الكي ديجرام مش الانرجي باند ديجرام هقول والله انا دايما في الكي ديجرام عندي باندس كتير بس انا نركز على الباند اللي اسمه valence band وفيه باند اسمه conduction band وكل الفيرانس باند ده هو اللي states بتاعته مليانة ما فيش ولا اي فراغ فيه وعندي فيه ال conduction band فيه states كلها فضية والكلام ده عندي تي بيتساوي صفر طبعا لما اجي اتكلم عندي تي اكبر من الصفر اقولك لا انا عندي هنا states مليانة بس يفيت ان ايه انسابوا مكانهم اصبح مكانهم بصد فية charge holes وطلعوا فوقه في ال conduction band بقى فيه states هنا اتشغلت وفيه states هنا ايه في ضد مهم جدا ان نبقى عارفين ده طيب انتي عايزة تقولي ايه بقى من الكلام ده عايزة اقول ان المaterial بتاعتي اللي هي او الباند اللي بركز عليها دايما هي ال variance band وي ال conduction band وبالتالي انا في ال اي كي دي اجرام بعد ما حولته من ال extended version حولته ليه ال preference zone او حولته ليه ال reduced اي كي دي اجرام وبالمرة نقول انه طبعا انا برسم او دايما بحسب ال reduced اي كي دي اجرام من كي من سالب باي على ايه لبي على ايه ال range ده بنسميه ال prelwin zone بنسميه ال prelwin zone انا طبعا مش بركز على كل الباند اذا بقى انا بركز دايما على ال variance وال conduction band دول هموني اللي بقدر اعمل منهم او يهموني في ال interaction للاختريستي مع المaterial وبالتالي ان دول هما اللي هموني وعشان كده الباند اجرام هنعمله reduction من ال reduced اي كي دي اجرام لreduced اي كي دي اجرام مع variance و conduction band only هنتكلم بعد كده على drift current فبنقول الوقت احنا اتفقنا انه في المaterial فيه two types of carriers اللي هم ال holes في نوعين من ال carriers اللي هم ال holes والالكترونات ويس طب الالكترونات دي او ال holes لو اتحركت معنى كده ان عملت ايه عملت طيار الطيار ده بنسميه drift current فالdrift current هو حركة الشحنات الدrift current بنقصله حاجة اسمها drift current density اللي هي عبارة عن ampere per centimeter square او bare unit area طبعا هي j او current density عبارة عن ايه عبارة عن الشحنة اللي بتتحرك مضروبة في السرعة بتاعتها طبعا عندي لو عدد من الشحنات اسمه n بتحرك فتروح تقول والله ان الشحنات دي كلها اي واحدة فيهم لها q بس سرعتها مختلفة فبتجمع السرعات من اي واحد طبعا لو كانت الشحنة دي الكترون خلاص يبقى الشحنة الالكترون دايما عبارة عن minus e وال e عبارة عن قيمة سابتة اللي هي 1.6 times 10 power minus 19 يبقى ده هو g طبعا في بعض الاحيان مش لازم اعبر بالشكل ده هفترض ان v بتاعت كل الالكترونات تقريبا سابتة واسمها v d وبالتالي دي هتخرج برا الصميشن ال v مش هتبقى متغيرة وبالتالي اكينك بتجمع من واحد لان اكينك بتجمع الان يبقى الجيد عبارة عن ايه عبارة عن minus e اللي هي minus شحنة الالكتروني السابتة مضروبة في عدد الالكترونات اللي هتتحرك مضروبة في السرعة المتوسطة الالكتروني اللي منسميها average drift bonus طبعا عايزين نقدر بقى نربط الكلام ده بالاكي دي جرام هنبص بكل بساطة على الاكي دي جرام الفوق صح كده وما كان هأصبح فاضي تحته الكاريرز دي بقى هل متحركة ولا هل في بتأثر عليها قوة ولا هل بيعمل طيار ولا لا هو دي اللي عايزين نقوله لو ظهرت بالشكل ده في التوزيع في الكوندكشن بان زي ما انت شايف كده معنى كده ما فيش اي قوة مؤسرة وبالتالي ما فيش طيار هنا لكن لو التوزيع بتاعها اختلف زي ما انت شايف كده توزيع الكاريرز الموجودة ده تعرف ان هنا حصل فيه طيار يعني الكاريرز اتحركت معنى كده الماتيريا اللي بقى فيها كاريرز لو اتحركت يبقى انت اصرت بإكستيرنال فورس حركت الكاريرز لو ما اتحركتش معنى كده الكاريرز موجودة لكن ما فيش طيار نفس الكلام اللي عملناه مع النيجاتف تشارج نقدر نعمله مع البوز تشارج طبعا هتبقى الشحنة بتاعة الهول نفس شحنة الالكترون تقيمة اللي هي 1.6 times 10 power minus 19 بس بإشارة مجاب وبنفس الطريقة برضو ممكن تبقى الديه متغيرة فيبقى صميشة للسرعات او ممكن تبقى ثابتة ويتم يضربها في عدد في عدد الهولز اللي متحركة اللي هي من سميها البوز تشارج وزي ما احنا شايفين كده أدى فيه الالكترنات هتبدأ تسيبني وهي تولد مكانها البوز تشارج اللي هي الهولز والهولز ممكن تعمل طيار بالكرر دينستي بتاعته طب بالوقتي عايزين نتعرف على عندي طيارين طيار من الإلكترونات وطيار من الفجوات اتجاههم عامل ازاي لو احنا أثرنا على ماتيريال ماتيريال اللي هي فيها إلكترونات وفيها فجوات فيها نيجاتفتشارج وفيها بوزتفتشارج أثرت عليها ببطارية زي ما احنا شايفين كده فدي هتسمح بمرور طيار كهرابي بالمنظر ده كده صح كده طيار كهرابي بالمنظر ده كده الطيار الكهرابي ده اللي هيأثر عندي هنا طبعا زي ما احنا شايفين كده مفروض ان احنا متعارف في الدوائل الكهربية ان الطيار الكهرابي بتاعي ببقى من النيجاتف للبوزتفتشارج بالمنظر ده بقى في اتجاه زي ما احنا شايفين في اتجاه عقارب السعر لكن البوزتف البطارية هنا مفروض أنه بيجزب الإلكترونيات في الإلكترونيات بتتحرك في اتجاه عكس الطائر الكهربي وبالنسبة عليه الهول فهي بتتحرك في اتجاه مع اتجاه الطائر الكهربي وده ممكن نسبته تاني برضو من البوند موضي بتاعنا أنه مفترض أنه أنا عندي هول هنا وفيه إلكترون هنا تحرر فلما يتحرر هيروح يسكن في الهول دي فنتيجة الكلام ده الهول دي هتتقفل مش هيبقى فيها هول وهيتكون هنا هول جديدة هنا بنفس الطريقة الكترون هنا اتحرر فيبدأ يسكن الهول دي زي ما احنا شايفين يبقى الهول اتلغت وتكون مكانها هول هنا يبقى الالكترونات عملة تتحرك من اليمين ناحية الشمال على الجانب الاخر الهول بتتحرك من الشمال اليمين اللي عايزين نقوله هنا ان حركة الالكترونات عكس حركة الفجاوات طيب هنتكلم كمان على مفروض ان احنا عارفين انه اي الكترون اي بارتكال هيتحرك في الفريز بيس فهو بتحرك بريستيماس على سبيل المثال الالكترون الكتلته كام الريستيماس بتاعته كام 9.11 مفروض لما ايه تأثر عليه بقوة يبقى القوة المؤسرة ده هي اللي تؤدي لحركته بأكسلريشن اسمها ايه بناء على قانون يوتن للحركة اللي هو بيساوي اف بتساوي ام في ايه لكن اي بارتكال جوة كريستل جوة لاتس مفروض انه بتأثر عليه قوتين قوة بنسميها اكسترنل وقوة بنسميها انترنل والكلام ده لو طبقناه ويبقى قانون يوتن بيقول الانترنل فورز الانترنل فورز يساوي ام في ايه الانترنل فورز انت القوة اللي بتحطها هو الجوة اللي انت بتحطه بتأثر بيه على الماتيريال كويس؟ لكن الانترنل فورز انت ما بتعرفش اصلا تحسبها لانها حاجة معتمدة على تركيب الكريستل وتأثرها على البرتكال اللي بتحرك وبالتالي انا مقدرش احسب دي وبالتالي هشيلها من القانون فلو شلتها من القانون هيبقى الناحية دي لا تساوي الناحية دي وعشان الناحية تاني يرجعوا يساويوا بعض تاني كل حكاية هشيل ام دي واستعيد عنها بحاجة اسمها ام ستار وام ستار في الحالة دي هعرفها عن انها الافكتيف ماس يبقى الافكتيف ماس هي عبارة عن توسيلة ان القانون ده يظل مزبوط ان لو كان الاف اكسترنل زائد ان تاني يساوي ام في ايه فلو قلنا الافكسترنل الوحيدة هتساوي كام تساوي ام ستار في ايه فانا كده خليت القيمة او الكافتين يساوي بعض والام ستار دي من سيبنيها الافكتيف ماس وما اتفقنا نتيجة انه الاتوم او البرتكل بتاعي موجود جوه كريستل معينة جوه ميديا معين فتبدأ قتلته تتغير بيبدأ يتحرك بكتلة متغيرة عن الريست ماس والكتلة المتغيرة دي بتعتمد على الوسط اللي هو فيه فلو قلت بتتكلم على موجود في الكوندكشن بان غير ما تتكلم على موجودة في الفيرانس بان فكل واحد ديو افكتيف ماس مختلفة عن التاني بيزد دي على الميديا من اللي هو فيه عايزين نفهم الكلام ده اكتر والله ببساطة خلص عندي مجموعة بارتكلز والبارتكلز دي موجودة جوه ميديا وانت عايز تأثر عليها بقوة عشان تقدر تحركها لو افترضنا ان البارتكلز دي موجودة في الهوى يعني مافيش الميديا من ده هوى وقصرت بإكسترنال فورس فتلاحز انه مثلا اتحركت بأكسلريشن اسمها ايه لو هتتحرك بنفس الأكسلريشن تم كده بس انت ثبت الإكسترنال فورس هيبقى صعب لانه لو انا شلت الهوى ده وحطيت مكانه زيت على سبيل المثال فبقى عندي هنا فيزكوزتي فيه لزوجة خاصة بالزيت قصرت على حركة البارتكل اصبحت حركة البارتكل الوقتي ما بيتحكمش فيها الاكسترنال فورس بس اصبح الاكسترنال فورس ده التأثير القوى الداخلية اللي جاية من لزوجة السائل اللي جوه اصبت على حركة البارتكل وده اللي احنا بنقول ان فيه عندي اكسترنال فورس انت بتحطها من بره وفيه انترنال نتيجة الميديم بتاعي فانا قريدي ماقدرش احسب ديه وبالتالي اكن الميديم ده هيأثر ازاي او هاخد تأثيره ازاي لكني بقول بيأثر على كتلة البارتكل بيزودها او بيناقصها بيو يظهر الكلام ده في حاجة بنسميها الايه الايفكتف ميس احنا تكلمنا الوقتي على بارتكل بيتحرك بسرعة وتكلمنا على انه روكتل اسمها ايفكتف ميس ايه علاقة الاتنين دول بقى بالاكي دياجرام لو تفتكروا احنا كنا حلنا مسألة للبارتكل او الكترون موجود في وحلناها بالشوردينجر ايكوش ارجع لحل المسألة دي لو كنت انت مش فاكرة واستنتجنا ان الانرجي الانرجي الخاصة بالبارتكل تتناسب طرديا مع كي سكوير ببساطة خالص لو انا جيت هنا في القانون ده لاقي فيه عندي ثابت اسمه اتش بار ولاقي عندي ثابت اسمه ام الام ده لو كتلة الايه كتلة البارتكل لو انت جيت خدت دي اي باي دي كي اجيناك حسبة الميل بتاع المعادلة دي فالكلام ده ببساطة خالص هلأ ايه بيساوي اتش بار سكوير كي على ام الانتنين كي سكوير تتفاضل بانها تنين كي لانتنين تروح مع الاتنين بس الام ده اسمه اتش بار سكوير كي على ام طبعا عندك الكي لها علاقة بالمومنتم فتقول والله ان اتش بار في الكي هي البي وبالتالي البي بتساوي ام في في اللي هو المومنتم يساوي كتلة في الصرحة وبالتالي يبقى الخزبية دي اللي هي d اي باي d كي وفي الاخر بتساوي اتش بار في الفي وبالتالي يبقى صرعة البارت كي البتاعته تتناسب طرديا مع مايه الكيرب اي جاي داي جرام ايكنه بيساوي d اي باي d كي على اتش بار يبقى يتناسب طرديا مع الاسلوب طيب لو انا فضلت كمان مرة قلت د اي ايتربيع باي دي كي سكوير كنا نلاقي الكلام ده بيساوي H bar square على M وبالتالي M هنا اللي بتاعها في طرف الواحدة لقى بتساوي ايه تساوي H bar square على D square by D k square اللي احنا بنسميه يبقى ده بنسميه السلوك وده بنسميه من هنا الفلوسطي تتناسب طرديا مع السلوك لكن ال M تتناسب عكسيا مع الكروفيتش طبعا الريلتف ماس هي اللي بتهمنا دايما احنا حسبنا الافكتف ماس طبعا زي ما قلنا انه عندك ايه كي دايجرام هاتل الكروفيتشر وهاتل مقلوبه وضربه في اتش بارتر بيها تجيب M الكلام ده برضو ال M دي لو جوه الكريستل هتبقى افكتف ماس وبالتالي تقدر تحسب برضو الكلام ده من ال ايه كي دايجرام الخاص بالكريستل طبعا لو اسمنا بقى الافكتف ماس على الريست ماس اللي هي الماس في الفريز بيس تقدر تحسب ما يسمى البرلاتف ماس ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا ان احنا بقى عارفين تأثير الميديم على الكتلة زودها ولا نقصها انا بحسب الافكتف ماس بالنسبة للريست ماس فطبعا الميديم ممكن يزود الافكتف ماس وبعد كده معنا كده الكارير هيتحرك بصوعة اقل لانه كتلته تقريبا زادت لكن الميديم بتاعي عمل اعاقة زيادة لإيه للبارتكي البتاعي لكن ممكن يبقى فيه ميديم او كريستل تخلي الافكتف ماس بتاعتي تبقى ايه تبقى أوليّلة وبالتالي الريلاتف ماس تبقى أوليّلة بالنسبة طبعا مقرنة بلاية الافكتف ماس مقرنة بالرست ماس وبالتالي يبقى حركة الكارير هيتبقى أسرع لان الافكتف ماس لما بتقل بيحصل انه سرعة الكارير بالإيه سرعة البرتكال بتاعتي بتزيد وده طبعا بينصاب بكله انك انت عايز تعمل الديفايس الResponse بتاعه سريع فانت عايز Particle Effective Mass بتاعها قليل أو Effective Mass بتاعها كبير برضو هنا لازم نذكر أن أنا بجيب هنا معدل تغير معدل تغير لإيه بالنسبة لإيه معدل تغير لإيه تربيع بالنسبة لإيه تربيع المعدلات دي ممكن يبقى لقى أشارة مجابة أشارة سلبة معنا كده أنه الفلوسة دي ده عبارة عن Direction طبعا ممكن أقول اتجاهه أو الإشارة بتاعتي تحدد لاتجاه حركة Particle بتاعي نفس الكلام ما ستبقى ممكن تكون مجابة وممكن تكون سلبة هنتكلم بعد كده على ما يسمى بالإيكي ديجرام إحنا كنا وصلنا وقلنا أن أنا عندي هذا الإيكي ديجرام بتاعي اللي هو عبارة عن V-Lance Band وعبارة عن Conduction Band لو ركزت شوية لأي أن الإيكي ديجرام ده بتكون من جزئين الجزء ده اللي فيه ثبات شوية ده والجزء ده اللي هو شكل البرابولة الجزء ده اللي هو شكل البرابولة والجزء ده اللي هو فيه ثبات شوية صحي كده؟ بس الحقيقة لو كان عندي إلكترون هنا إلكترون هنا موجود في V-Lance Band وتم نفسيه سقوط إصارة عليه تمت إليه إصارة أو تم بشكل معين هيكتسب طاقة فهيطلع فوق فنفترض أنه هو طلع فوق هنا لو إلكترون وصل للستات دي في الحالة دي ما سميه Hot Electron أو Hot Carrier ليه؟ لأنه ببساطة خالص هو طلع للطاقة عالية جدا للستات عالية جدا في حين أنه فيه استات تانية فاضية تحت فيه استات تانية طاقتها أقل فهو في الحالة دي بيعمل إيه؟ بيبدأ يفقد الطاقة اللي هو اللي عنده شوية يبدأ ليستيب بايستيب بفون صغير جدا عشان يقدر بإنرجي صغير جدا وفون يعني بفون يعني تغير في الكي لغاية ما ينزل للستات اللي تحت يبقى كده حصلنا على إيه؟ حصلنا أنه حصل له استابلتي أي هوت إلكترون بعد ثواني أو لحظات بيتحرك تاني للبوتوم أوف ذا الباندس بتاعتي وبالتالي عايزة أقول بقى من هنا أن الباندس دي البوتوم بتاعها هو المهم الجزء ده هو المهم الجزء ده أوردي مبقاش فيه كاريورز سواء كان في الكوندكشن باند أو سواء كان في الفيلونس باند وبالتالي يبقى الجزء ده هو المهم وعشان كده عايزين نعمل ما يسمى بالبرابوليك أبروكسيميشان للإيك دايجرام أن يكون عندي أدى الإيك دايجرام اللي هو الكوندكشن باند فأنا عايزة أشيل ده وعوض عنه بالشكل ده ده طبيعة الهوت إلكترون دايماً بتنزل للإيه للبوتوم أوف دي باند نفس الكلام هنا في الفيلانس باند زي ما احنا شايفين أي إلكترون هنا بأي هول هنا بنسميه هوت هول وبالتالي هنا أو هوت كاريير بالتالي إنه هو دايماً بيصعد بالمنظر ده بيبدل يكتسب بغاية ما يوصل للطب أوف دي باند زي ما احنا شايفين كده وده هو الأبرابوليك أبوكس مشا نحن عايزين نعمله عايزين نعمل شكل برابولة كده يعوضنا عن الفيلانس باند ومع إهمال التورم اللي هو في منطقة الهاير كيب المنظر ده كده طيب طبعاً شكل البرابولة يعني الانرجي بتاعتي تتغير مع الكي على شكل إيه بتساوي ثابت في كتر بيع ده شكل برابولة بس إحنا عارفين أنه الكلام ده ما بحصلش أو عندي كي تساوي صفر قيمة الانرجي بدأ في الباند ده من إي سي وبالتالي المعادلة هيبقى فيها انترسيبشن في محور واي فقول إيه بتساوي سي بيساوي سي واحد في كي سكوير بحيث لما أقولي كي تساوي صفر هل إيه تروح للصفر؟ لا إيه بتساوي حاول ده للناحية التانية إيما الإيه بتساوي إيه بنفس الطريقة هنا هيبقى المعادلة عبارة عن إيه مع كي تربيع بس مع الفارق أنه عندي ثابت أنا معرفوش لسا عايز أحسبوه وكمان أنه هنا في ميل سالب لأنه كل ما الكي بتزيد كل ما الإيه بتزيد بتقل زي ما احنا شايفين كده فهنا فيه نيجاتي في السلوب يبقى هنا إيه ناقص إيه بيساوي ماينس سي 2 كي سكوير وطبعا أنا برضو حطيت انترسيبشن وقيمته إيه بي لأنه عندي كي تساوي صفر بقيمة الإنرجي بإيه بي فلو حطيت كي بصفر يبقى الإيه بتساوي إيه بي مش بتساوي صفر وده علشان أقدر أمثل الكيرفات اللي هي قريدي متشفتة في محور واي في محور الإنرجي هنبدأ مع الكوندكشن بان زي ما احنا شايفين كده وروح أقول والله معادلة البرابولة دي عبارة عن إيه ماينس إي سي بتساوي سي 1 كي سكوير وشكده دي المعادلة اللي احنا قلنا عليها بتوصف الكيرف اللبني ده طيب لو أنا فضلتها مرتين هلاقي التفاضل ده بيؤدي إلى 2 سي واحد طيب أنا قريدي فاكرة التفاضل مرتين ده فاكرة ان التفاضل مرتين تبديني إتش بار سكوير على أم اللي هي الإفكتيف ماس وطبعا منتكلم على كاريار موجود في الباند ده والباند ده بنسميه الكوندكشن باند فبتكلم على الكوندكشن باند أو بتكلم على MC يبقى الإفكتيف ماس هنا هشيلا هو حط مكانها الماس في البارتكل في الكوندكشن باند يعني الماس الموجود في الكوندكشن باند الميديم حواليه كوندكشن طيب لو أنا سويت الاتنين ببعض سهل جدا أطلع السي واحد اللي هيساوي إتش بار سكوير على اتنين MC وبالتالي تقدر تجيب على طول المعادلة بتاعتك على طول نهاية اللي هتبقى EC بلس H بار سكوير على اتنين MC في كيس كور تقدر تعمل نفس الكلام بالنسبة للفيرونس باند هتبدأ بنفس المعادلة اللي انت اقترحتها للبرابولة دي فكي هتجيب التفاضل مرتين وتسوي الكلام ده بالكيرفيتشن وبيسوي H بار سكوير على الام بس بالحالة دي هسميه MV أو الإفكتيف ماس لبارتكل جوه الفيرونس باند وطبعا بالمقارنة هتطلع قيمة السابت اللي اسم MC اتنين ومنه أجي أحصل المعادلة بتاعتي بالمنظر ده كيب فده مهم جدا تبقى انت فهم طيب يبقى احنا كده كان عندي Extended Version للإيه كده جرام قدرنا نحسب الكيس جاست على البرابولة زون من باينس باي باي إيه اللي باي باي إيه فحسبنا ما يسمى بالReduced إيه كده جرام اخترنا منهم تو باندز يهموني بس الفيرونس باند والكوندكشن باند وبعد كده اخترت من الباندز دي الريجون ده اللي هي بنسميها وعملنا لها برابوليك أبروكسيميشن بالمعادلات دي اللي في الكلام ده ممكن يحل معايا السؤال ده عطيني السؤال بسيط عطيني بانده الباند ده بدايته في الطاقة من إي سي ومحسوبة على المادة كي من سالب باي باي إيه لبي باي إيه وعند باي باي إيه لقيمة الكي قيمة الانرجي قمتها إي سي بلاس أو بوينت ثري تو إلكترو بولت طبعا واضح هنا ان ده عبارة عن كوندكشن باند تمام؟ عطيني قيمة الاي اللي هي لاتس كونسون تتين أنجستروم وبالي يحسب الريلاتيب إفكتيف ميس طيب بساطة خالص قدى الباند بتاعي وده معادلته ما ده الهدف من المعادلة ان احنا قريد نعرف نحسب اي حي فالمعادلة دي بتقول ان الانرجي عند اي نقطة لا علاقة بالكي اللي هي القيمة الأفقية طب هو قال لي الكي لما تسوي باي على اي قيمة الانرجي بإي سي بلس 0.3 سو إلكترو بولت تمام كده بالتالي هنا اشيل الإي سي من هنا مع الإي سي من هنا والإلكترو بولت احولها لجول عن طريق الضرب في 1.6 تايمز 10 باور ماينتين مهمة جدا اليونيتس يا جماعة في المسائل بتاعتنا وبعد كده نقول نحط الاتش بار اللي هي 1.05 تايمز 10 باور ماينتين ونقسم طبعا كل تربيع على 2 mc في البي اوفر اي وحطينا ال اي 10 انجسترون 10 تايمز 10 باور ماينتس 10 المجهول هنا هي الايفكتيف ماس للبارتكال جوال كوندكشن بان طبعا لو جبت الايفكتيف ماس وأسمتها على الريست ماس للإلكترون اللي هو 9.11 تايمز 10 باور ماينتس 31 هتحصل على الريلاتيف ماس اللي هو عايزة اللي تطلع 1.175 يبقى كان الكوندكشن باند هنا الكارير فيه اتأثرت بحيث ان كتلتها زادت عن عن كتلتها مقارنة الريست ماس طيب تعاني اتكلم بقى على تصنيفة الماتيريال متال وانسوليتور وسيمي كوندكتور بيز دا على ايه بيز دا على الانرجي باند دياجرام احنا اتكلمنا قبل كده على الانرجي باند دياجرام وقالنا وعبارة عن محور طاقة وفيه باندات مهمة لياه الباندات الالوات في الطاقة وفيه الباند جاب بتاعتي فهنركز دايما على التو باند بازة ما ركزنا في الايه كي دياجرام على الفيلانس والكوندكتشن باند دايما في الانرجي باند دياجرام هنركز برضو على التو باند دولي فنبص بقى في الانسوليتور ألاقي انه الباند جاب اللي هي عبارة عن المسافة من الفيلانس باند الكوندكتشن باند اللي هو الماكسموم الفيلانس باند للمانوم الفيلانس باند الباند جاب دي قيمتها بتتروح من 3.5 ل 6 إلكترون فولت وطبعا دي typical value كلمة typical value معناها أن أنت ممكن القيم دي تتغير سويا حوالين القيم اللي احنا قلنا عليها دي طبعا لو قلنا مثلا عندك insulator الباند جاب بتاع 9 إلكترون فولت كلام مصبوط طب الباند جاب دي تعني إيه بتعني أن أي إلكترون هنا عشان يحصل له إسارة ويبقى free طبعا كده محتاج على أقل 6 إلكترون فولت مثلا في بعض النواد خلاص كده معاكات دي قيمة كبيرة للطاقة بعكس السيمي كوندكتور أي إلكترون موجود في الفيرنس باند بيحتاج طاقة باند جاب بيحتاج طاقة بتتروح من 1 ل 3 إلكترون فولت عشان إيه بقى free ودي ميزة تميز السيمي كوندكتور لأنه ممكن تعمل excitation لمواد السيمي كوندكتور بالضوء على سبيل المثال اللي تقطب تقع في نفس الرينج ده من 1 لإيه من 3 إلكترون فولت طبعا واضح هنا أن أنا عندي الوقتي أنا الوقتي سقط على الماتيريال ضوء عمل إصارة كلمة إصارة يعني حصل upward transition إلكترون مطص الطاقة وطلع للباند اللي فوق لما طلع للباند اللي فوق بعد شوية بيعمل emission تاني يعني بفقد الطاقة اللي اكتسبها من شوية طبعا مهم كده نذكر أن absorption ومشن مش لازم يكونوا على نفس الشكل يعني الضوء مثلا إلكترون مطص ضوء طبعا كده لما جيه يتحرر ما طلعشه فوتن طلع phones وهكذا يبقى مش لازم والabsorption particles تكون بنفس بنفس الشكل تمام كده طيب بالنسبة بقى طبعا للمتال هنلاقي أن المتال بيشتهر الـ conduction band والـ violence band بقريبين جدا من بعض الباند جاب تبقى صغيرة جدا وتكاد تكون في بعض الأنواع بتبقى متدخلة طبعا احنا شايفين كده ما فيش باند جاب ويبقى الباند كلها متدخلة وده بيأكد كلامنا أنه عندك في المتال أو الـ conductors في عندك carriers والكارير تبقى موجودة أو سهل جدا أنك أنت تأثر عليها بقوة وتعمل طيار من غير أي حاجة لكن عشان تخلق الكلام ده في السيمي كوندكتور لازم تخلق الكارير الأول لازم تسير المادة الأول فتخلق الكارير وبعد كده عايز تحركها تعمل طيار تعمل أي حاجة فتقدر تعمله طيب آخر حاجة طب السيمي كوندكتور ده حتفقنا أنه أنا هاعمل absorption لإنرجي معينة وعمل emission تاني صحي كده طيب على حسب طبيعة particles في ممكن نصنع في السيمي كوندكتور لنوعين نوع بنسميه direct ونوع بنسميه indirect مبدئيا كلمة direct وإنضايت هو الفرق ده ممكن نلحظه من الكيرفات اللي قدامنا ده ده كيرف الإي كده جرام ده الإي مع الكين وده الإي مع الكين وده الفيلانس باند زي ما احنا شايفين وده الكوندكشن باند ده أولا كلمة direct سيمي كوندكتور ببساطة خالص أنه الماكسمم بتاع الفيلانس باند ده الماكسمم وهو والمينموم بتاع الكوندكشن باند اللي هو هنا حصلوا عند نفس قيمة الكين فالإنرجي اللي هي خاصة بأكبر قيمة في الفيلانس باند وقال قيمة في الكوندكشن باند لو حصلوا عند نفس الـ value of k لابعنا كده بتكلم على direct سيمي كوندكتور طبعا لما بص الكيرف ده حالة مختلفة أده الفيلانس باند أده الماكسمم بتاعه وأده الكوندكشن باند أده المينموم بتاعه فالتنين حصلوا عند different values of k فطبعا لما حصلوا عند different values of k معنا كده المادة دي بنسميها indirect سيمي كوندكتور مبدئيا تبقى عالي في الفرق بين الـ direct وبين الـ indirect الجديد بالذكرة هنا إن الكي اتفقنا عليها هي بتوصف حركة الإلكترون حركة الإلكترون ممكن تبقى عبارة عن خطوة معينة والخطوة دي يعني الـ wavelength بتاعي the probability wavelength أو بنتكلم عن direction ممكن أقول إن الإلكترون ده بتحرك في اتجاه X بتحرك في اتجاه Y بتحرك في اتجاه Z بتحرك في اتجاه crystal direction معين بالذكرة احنا اتكلمنا قبل كده في الشباتري السابقة عن crystal direction اللي هي كنا بنرمز لها بالرمز سكوير الـ prax كده بينها جواها تلت أرقام 100111 معنى كده إنك إنت ما رسمت الإيكي دي جرام ده رسمته مع different directions عشان تضمن إنك تحصل على maximum of valence band وتحصل على minimum of a of conduction band فلو الاتنين حصلوا عند the same value of k وده على فحص الكريستل كلها في different direction يبدأ بنسميها ايه جماعة direct semiconductor وهنا نفس الكلام هنا برضو عمل search في كل الـ directions وقدر يوصل إنه مثلا minimum هنا minimum بتاع الـ conduction band حصل في الـ direction 1-0-0 والماكسمام حصل في الـ direction بتاع الـ virance band حصل في الـ direction 1-1-1 وبالتالي رسم الإيكي دي جرام وقال المaterial دي indirect semiconductor طيب إيه الـ applications بتاع direct semiconductor direct application بتاعتها إيه الـ application إنها بتستخدم في opto electronic devices بتتعامل مع الـ device أو بيتم استخدامها في تصنيع الأجهزة اللي بتتعامل مع الضوء بتستقبل ضوء بتشعر ضوء وبتكبر وهكذا ليه؟ لأن بساطة خالص الضوء ده بيتكوى من fotonet الفوتonet دي عندها energy تمام كده لكن المومنتم بتاعها الـ k بتاعها بيبقى صغير جدا فالوقتي انت عايز الوقتي carrier موجود هنا أو الـ electron موجود هنا انت عايز تعمله إصارة يطلع فوق فانت عايز يسيب الـ state d اللي هي الإيه والكي بتاعته ياخد state جديدة اسمها إيه وكي جديدة صحي كده؟ بس الحقيقة إن الـ state d تفرق عن state d إن الـ energy اللي تغيرت ولكي سبت وبالتالي يبقى الـ particle هنا أو الـ electron هنا هيمتص energy فقط محتاج energy فقط وبالتالي يمتص فوتون وبالتالي لما يمتص فوتون يطلع فوق فالـ state اتغيرت من النقطة دي للنقطة دي صحي كده؟ وبالتالي ما صاحبش تغيروا الـ state تغيروا في المومنتم وده يكفيني لو أنا امتصت فوتون لكن لو جيت هنا على الـ indirect semiconductor لو الإلكترون هنا وامتص طاقة بس أو امتص فوتون بس امتص ضوء بس يطلع هنا طيب هو الهنا دي نقط allowed state لأن الـ loud state هي معرفة بالقيم اللي موجودة على الكير وكل قيمة زي ما اتفقنا لها E ولها K فالوقتي القيمة لهو خطاقة يطلع هنا لأن الفوتون زي ما اتفقنا غير له الـ E لكن ما غيرلوش الـ K لأن الفوتون الـ A الـ K بتاعته تكون صغيرة جداً لا تذكر لكن الحقيقة إنه ما ينفعش الفوتون يعمل إصارة المادة زي دي ليه؟ لأنه مفروض إنه الفوتون مفروض يغير الـ E لكن ما بعفش يغير الـ K والـ loud state هنا الـ E ده هي اللي هي الطاقة الجديدة اللي ممكن أحصل عليها اللي هي القيمة ده هي ينظرها إن أنا عندي لازم يكون المومنتم يتغير ففي الـ indirect semiconductor لازم يكون الترانزيشن بين الفينانس باند والكوندكشن باند لازم يكون يصحبه تغير في الـ E وتغير في الـ K وده ما بقدرش حققه من خلال الفوتون لأن الفوتون زي ما اتفقنا عنده E وما عندهوش K فده مهم جداً وبالتالي يبقى indirect semiconductor زي على سبيل المثال الجاليوم أرسونايد هي شائعة في الاستخدام في الليزرز والليد والـ optical devices وطبعاً لازم نذكر إن المواد دي مش موجودة في الطبيعة إحنا بنصنعها artificiale بتإيه بيتم تصنيع المواد الـ direct semiconductor عشان تقدر توفر لي الماتيريا التي تقدر تتعامل مع الـ optical devices لكن طبعاً مواد الـ semiconductor in nature زي السيليكون زي الجرمانيوم زي الكربون أغلبها مواد indirect semiconductor وديه already ما بتتعاملش مع الضوء لكن ممكن نصنع منها نصنع منها الـ transistors نصنع منها الـ diodes نصنع منها الـ IC أو الـ integrated circuit الموجودة في الـ processors بتاعي فمهمة جداً تبقى عارف الحكاية الوقت هنتكلم على example يلخص مجموعة من الحاجات اللي ركزنا عليها في المحاضرة على سبيل المثال هو أعطيني الوقت إذا ما إحنا شايفين كده أعطيني إيه كده جرام بتكون من two bands أدى variance band ودى conduction band وبسألني مجموعة أسئلة على سبيل المثال بسألني سؤال بيقول لي هل المادة direct ولا indirect ببساطة خالص أروح أقول له أدى الـ variance band أدى الماكسوم بتاعه وأدى الـ conduction band أدى الماكسوم بتاعه الماكسوم حصل وعند نفس الـ value of k لأي كي تساو زيرو وبالتالي بقى المادة على طول بنسميها direct semi conductor طيب السؤال التاني طيب البند جاب كام والله ببساطة خالص الماكسوم هنا قيمته 7 من 10 إلكترون فولت والماكسوم هنا قيمته 0 إلكترون فولت يبقى الفرق بينهم بيمثل بيمثلي البند جاب اللي هي 7 من 10 نقص 0 7 من 10 إلكترون فولت طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي نقطتين على الـ conduction band النقطة اسمها A والنقطة اسمها C بيقول لي أي النقطتين الـ effective mass فيها أكبر لو تفتكر احنا اتكلمنا على الـ effective mass وقلنا تتناسب عكسيا مع الكيرفيتشر فالكيرفيتشر كل ما بيزيد الـ effective mass بتقل طبعا هنا لو بصيت هلاقي أن النقطة A بتوقع على إيه كده جرام الكيرفيتشر بتاعه إنحناءه أعلى بكتير من الكيرفيتشر الخاص بمين بالبند اللي عنده نقطة C وبالتالي الكيرفيتشر ده الإنحناء ده أكبر بكتير من ده وبالتالي يبقى الـ effective mass هنا أقل وبالتالي يبقى الـ C عندها particles أو عندها إلكترنات لها effective mass أعلى مهم الحكاية دي يبقى الـ C هي اللي فيها الـ effective mass أعلى لأن الكيرفيتشر بتاعي أقل طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي والله عندك نقطة A وB وC فين الـ effective mass الـ negative اتفقنا الـ effective mass تناسب عكسياً مع D E square by D K square D square E by D K square الـ worker feature وطبعاً لما تجيب التفاضل هنا عند النقطة B التفاضل ده يطلع بقيمة سالم لكن لما تجيب التفاضل هنا D E by D K مرتين عند نقطة A أو C طبعاً الشكل هنا التفاضل يطلع بقيمة مجابة أو بمعنى آخر دايماً الـ conduction band غالباً بتبقى الـ effective mass بتبقى مجابة والـ valance band بيبقى قيمة الـ effective mass سالبة عند النقاط اللي احنا تكلمنا عليها السؤال هنا بتكلمني طب الـ velocity عند النقطة D صفر ولا negative ولا positive احنا اتفقنا برضو ان الـ velocity عبارة عن تغير D E by D K أو الاسلوب بتاع الكير وبصينا كده عند النقطة دي كل ما الـ K بيزيد كل ما الـ E بتقل يبقى الاسلوب هنا negative وبالتالي الاسلوب negative يبقى الـ V بتساوي negative يبقى هنا الـ V بتاعتي negative زي ما احنا شايفين اخر سؤال بقى بيسألني بيقول لي لو انت طبقت electric field على الماتيريال اللي قدامنا دي بيقول لي النقطة دي الـ electron الموجودة عند النقطة دي هيتحرك في ايه اتجاه هيتحرك في positive X ولا negative X طبعاً ده يرجع اللي احنا اتكلمنا على حركة الـ carriers بتاعتنا relative للمجال الكهرابي ويقولنا لو المجال الكهرابي زي ما حتى فانا قال لي بتحرك في negative X فهحدد بس نوع الـ carrier فالcarrier الموجود في الـ conduction band ده بنسميه free electron والfree electron بتحرك دايماً في عكس اتجاه المجال الكهرابي زي ما احنا شايفين كده فلو كان المجال الكهرابي في اتجاه minus X هيبقى حركة الكارير بتاعتي في اتجاه positive X طبعاً لو كلمني على carrier موجودة في فالهول هنا بتتحرك ازاي بتحرك مع اتجاه المجال الكهرابي يعني بتحرك اتجاه minus X فعلى حسب ما بيكلمني ففي virus band دايماً في عندي بيكلمني على حركة holes لكن في conduction band بيكلمني على حركة الكترونات طبعاً لها علاقة زي ما اتفقنا بالـ electro feed زي ما تكلمنا قبل كده فآخر المحاضرة أتمنى تكونوا استفادتم من المحاضرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته